السلام عليكم كيفكم شو اخباركم معاكم لبيبة من قناة بوك ان دي كرافت اليوم رح نكمل في موضوعنا كتابة الرواية خطوة خطوة بس بدي منكم تستنوا او تكملوا معنا لاخر الفيديو لانه في شوية دردج ومناقشات خاصة بالمهمات العملية اللي رح تنطلب منا بهذا الكتاب تمام خلينا نبدأ اول شي انت بدك تكتب رواية ممتاز لكن هل هذا فعليا كل اللي بدك تعمله اي شخص بصراحة بيقدر يكتب مجموعة من الكلمات يطلق عليها رواية المفصل هو انه كتاباتك تكون جيدة جدا للنشر وهذا الكتاب موجه للكتاب اللي بيسعوا لكتابة رواية مميزة ونشرها صح هذا هدف صعب لكنه قابل للتحقيق اذا مشيت انت فيه بذكاء اذا بدك تكتب رواية فلازم تركز في اللعبة وتحط خطة تهدف للفوس بهاي اللعبة وبعد ذلك لازم تكتسب المهارات اللازمة وتنمي مجموعة المهارات اللي موجودة عندك بلزمك كمان تتبنى استراتيجيات وتكتيكات معينة ما في وحدة من هالحطوات صعبة لكنهم كتير رح يسهلوا عليك مع بعض التوجيه والارشاد بعد كتابة الرواية سواء اخترت انك تسوق لها او تبحث عن وكيل او عميل لتسويقها فرح تقدر ان شاء الله تبيع قصة قوية بروابط جيدة مع ناس جيدين في وقت جيد لعبنه اهم اشي بصراحة التوقيت فيما يخص دور النشر هدف هذا الكتاب اصلا انه نحن نحولك من كاتب لمؤلف واحنا واثقين انك انت قادر على هذا الاشي في هذا الفصل رح نوضح لك كيف رح يحدث هذا الاشي واللي اكيد رح يحدث اذا كان عندك الموهبة والاسرار خلينا ندردش مع بعض ونحكي عن خمس اشياء خرافات ممكن تقضي وتدمر وظيفتك ككاتب من قبل ما انك حتى تبدأ فيها لانه اول ما تيجي تحكي للناس واسرتك واصدقائك انك انت بدك تكتب رح تسمع منهم بعض هاي الخرافات الخمسة اللي ممكن تثبت عزيمتك اول واحد انه انت مش ذكي كفاية بصراحة ما بيلزم تكون انك عبقري او ذكي كفاية حتى انك تكتب رواية اللي بيلزم انك تكون صادق وقادر على التعبير عن المشاعر بقوة تنين انه انت اصلا مش موهوب فعليا ما بيلزمك تكون موهوب مية بالمية لانه الكتابة حرفة وهي الحرفة فيها اشياء كتير رح تتعلمها واهم ميزة بيلزمك قبل الموهبة الاسرار طيب نيجي على رقم ثلاثة رقم ثلاثة انه انت ما في اشي في حياتك تكتب عنه مستحيل طبعا بتكون حياتك مجرد سلسلة من النعيم والتكريم من بدايتها حتى نهايتها اكيد في اشي مر عليك بحياتك سمعت وشفته عايشت قصته بتقدر تشاركه مع الاخرين ولو سفرضنا يعني انه حياتك مجموعة من النعيم ببتك تشتغل شوي اصعب من الناس التانيين بس ما في اشي مستحيل اربعة انه لازم تعرف ناس حتى يتم النشر لك لا غلط الكتابة الجيدة هي اللي بتجذب النشرين hopefully so في الوطن العربي مش عارفة انا لكن مش معرفتك بفلان وعلان هي اللي راح تسبب انه شرلك رقم خمسة رح تنسك كل اصدقائك لما تصير مشهور هذا الحكي مش صحيح راح تقدر تقدر اصدقائك اكتر بس تصير مشهور اي من هدول الخمسة سمعتوا لما انتوا قررتوا ونويتوا تكتبوا كتاب من الناس اللي حواليكم خلينا ننتقل للنقطة التانية وهي نقطة رئيسية انك انت كيف لازم تحط هدف مميز ورئيسي هدفك في الكتابة مش لازم يكون ابدا متواضع انما قبل كل شيء انت بدك تكتب رواية جيدة انت بدك تكون على اللي ترك تبع اللعبة وانت ما بدك تكتب اي اشي مهلهل انت عندك بعض الموهبة وعندك قصة وعندك الرغبة في انك تكتبها وثانيا انت بدك ينشر لك ما تز راسك وتقول والله يسعدني ان اخلص كتاب او اكتبه بس لا احنا بهمنا كمان ان نشر لك التواضع في هاي النقطة بالذات ممكن يعيقك عن تحقيق اهدافك او عن تحقيق اشي بتحبه مهمة الاولى اللي رح نبدأ فيها اول شي جيب وراء وقلم واكتب هاي الكلمات سوف اكتب رواية سوف تنشر سافعل ذلك لان الكتابة تستحق ولاني موهوب فيها سافعل ذلك لاني لدي شيء مهم اريد ان اقوله للعالم وارفض ان اجعل اي شيء يقف في طريقي طبعا تقدر تصيغها باللغة البدك اياها وباللهجة البدك اياها وبالكلمات التعبيرية اللي بدك اياها تنين بس تخلص و تكتب هاي الورقة بدنا تحط تاريخ اليوم على الورقة وتحط توقيعك في اسفل الورقة و تعلقها في مكان بتقدر تشوفه كل يوم و تخبر اصدقائك عنها من هاي اللحظة انت كاتب فما تخجل تقول هيك حتى يجي اليوم السعيد ويتم النشر لك رح تصبح وقتها مؤلف نصيحة ابدا ما تحكي انك كاتب لم ينشر له كلمة لم ينشر له احبفها تماما من قاموسك انت كاتب وسمي نفسك كاتب سواء نشر لك ام لم ينشر لك دعنا نحكي لكم هلأ قصة حقيقية القصة الحقيقية هي قصة راندي اللي هو احد مؤلفي هذا الكتاب راندي او طريق راندي في نحو النشر في عام 1988 راندي قرر انه هو يكتب رواية وينشرها يوما ما بدون اي سبب طلع معه هالقرار وبدأ في كتابة رواية وتقريبا بعد سنة حس انه كتب كتابة جيدة فقرر انه يروح يزور مؤتمرات الكتابة وفعلا هناك قابل كتاب اخرين حصل على تدريب رائع التحق بمجموعة نقد المجموعة النقد اللي هن الافراد اللي بيدردشوا او بيقرؤوا لبعض مقتطفات مما كتبوا وبيعلقوا على نقاط الضعف الخاصة بكل شخص فيهم مرت سنة تانية ومهارات راندي اتطورت وعند نقطة محددة اكتشف انه الرواية اللي عم يشتغل هو عليها من سنتين مليانة بعيوب قاتلة فقرر يحطها بالجرار ما تطلعش عليها مرة تانية الهدف عند راندي ما كان انه ينشر هاي الرواية الهدف بصراحة كان انه هو ينشر رواية اي رواية هلا استمر راندي بالكتابة واشتغل بشكل جدي بعد عدة سنوات خلص رواية وبلش يدور على عميل او وكيل للتسويق فيها وفي نفس الوقت اللي كان بدور فيه على العميل كان ايضا مستمر في الكتابة على رواية ثانية خلال سنة التقى بوكيل تسويق في احدى مؤتمرات الكتابة وخلال اشهر وقع معها الوكيل عقد ايمثلو فيه الوكيل ارسل مخطوطة الرواية لمجموعة من دور النشر المحتملين وفي هالوقت استمر كمان راندي بالكتابة احدى ورد تانية من قائمة النشرين كانوا عم يرفضوا مخطوطة راندي عاد العميل وارسلها لنشرين اخرين وكمان اعاد ارسالها لنشرين سابقين كانوا شويمهتمين في المخطوطة واحدة من دور النشر رفضت كتابات راندي ثلاث مرات في الوقت استمر راندي بالكتابة اخر نشر في القائمة شاف ميزة في كتابات راندي وقرر انه يعقد لجنة في دور النشر حتى يشوفوا اذا هني حيعتمدوها ولا لا لكن للأسف انتهى مجموع الاراء انهما مش نوين يعتمدوها واشاروا لثلاث نقاط اساسية خلل موجودة في الكتابة حتى انهم اللي هي منعتهم من انهم يشتروا هذا العمل فالعميل خبر راندي انه خلص ما في مجال هاي الرواية تعتبر ميتة ولكن نقله المخاوف الثلاثة في نفس اليوم اللي اتلقى في راندي هذا الخبر الكئيب بدأ بكتابة رواية جديدة وصمم انه ما تكن موجود فيها هاي المشاكل الثلاثة السابقة هاي المرة كان راندي متأكد انه هو رابح وفكرة الرواية كان كتير واثق منها لدرجة انه حتى وكيله عجبته الفكرة وقال له يكمل فيها لكن بعد ثلاثة شهور الوكيل نفسه مات فراندي اتحطم لانه صر له عم يكتب 8 سنين اكمل رواية وعمل ما بيوسعه حتى تنشر ولم تنشر وهلأ فقد الشخص اللي بيازره وبشجعه على الكتابة بعد فترة قصيرة راندي حضر مؤتمر كتابة اخر وحجز موعد مع محرر ايدتر هذا المحرر عمره ما حكى معه بس هوي كان شايف له هيك اعلام بالصدمة المحرر طلب يشوف عينه من كتابات راندي ومباشرة كان راندي مجهز حاله فمرأ له هالخمس وراءات الكاتب فيهم اشي طلع عليها المحرر سريعا وقال له والله كتابتك حلوة هاي بطاقتي ابعتلي الملخص زائد ميت صفحة من الرواية بعد سنة ونص من هذا الاشي بدون اي ايجنس بدون اي وكيل راندي قدر يبيع روايته لدار نشر في ربيع سنة الالفين بعد 12 سنة من بداية الكتابة ما بدي هالقصة يعني تكئبكم لسبب او لاخر اخيرا اصبح راندي مؤلف اسم روايته Transigration وربحة جائزة لكريستي وورد واصبح معروف لدرجة انه مؤتمرات الكتابة صاروا يطلبوا منه انه يدرس بعد تقريبا تسع سنين من نشر اول رواية لاله راندي قدر يدرب مئات الكتاب ورقم محترم منهم اتحول لمؤلفين وبعضهم كانوا كمان من ضمن قائمة الاكثر مبيعا وبعضهم ترشح لجوائز كبيرة راندي حط عصارة 12 عام من الكتابة في تعليمها وتعلمها في هذا الكتاب اللي احنا عم نقرأ فيه سوا اوكي هيك بيكون خلصة الحلقة تبعت اليوم اللي انا كنت بدي احكي عنه اللي هو عدة امور انذكرت هون اول شي ما بدي قصة راندي تحبطكم انا احبطتني بصراحة رقم دين قصة مؤتمرات الكتابة احنا ما عنا هذا الاشي كتير في الوطن العربي لكن هلأ موجود اعتقد انه فيه جروبات على الفيس لهذا الاشي فاذا كان عندكم جروبات او بتعرفوا عني جروبات اذكروها بالتعليقات ورقم ثلاثة اللي هي مجموعات النقد مجموعات النقد فكرة كتير حلوة يعني اذا كان الواحد مش متخوف انه تلطش القصة او الفكرة تبعته لكن انا شايفها فكرة كتير مميزة فاذا انتوا عندكم افكار لتفعيل مجموعات النقد على ارض الواقع ممكن تطرحوها ايضا بالتعليقات لا تنسوا المهمة المنزلية ان شاء الله رح انشر مرتين بالشهر عن هذا الكتاب فبدي منكم انكم تستمروا في الكتابة في هذا الوقت ظلوا ايجابيين حققوا احلامكم ومع السلامة